صباح النكبة والشهداء الذين اصطفوا على بوابات فلسطين صباح الأسرى الذين ظلوا يتوافدون على معتقلاتهم طوال 69 عاما من التعذيب والقهر وحلم العودة صباح الذين ظلوا منهم في ظلال القطبان مضربين عن الطعام 29 يوما وصباح البيوت التي يأست جدرانها وتيبست وأغلقت نوافذها تحت شعار أملاك الغائبين صباح المفاتيح التي صدأت في صدور الجدات وصباح الرجال الذين مرت أعمارهم وسرقت وذهبوا إلى قبورهم التي حفرت على عجل في شتى المنافي صباح النكبة وصباح القهر الذي صار عمره ويال الوحشة 69 عاما صباح النكبة يا وطن الحزن والمراثي والأحلام المؤجلة صباح النكبة التي تغلغلت في دهاليز وجهك وفي مكونات دمك وفي تفاصيل ملامحك وملامحنا صباح النكبة يا وطن الانتظار الذي امتلأ صبرا وغصة وتسعة وستين عاما من الخيبة صباح النكبة صباح فلسطين هذه التي سرقت تسعة وستين عاما من أعمارنا وهي تعدنا في كل أيار بالعودة إلى تأثيث ذاكرتنا وتنشيط لهفتنا الثورية بتحريرها من النهر إلى البحر صباح النكبة صباح فلسطين وصباح الخامس عشر من أيار للعام الف وتسعمائة وثمانية وأربعين اليهود في الليل دخلوا على البلد بلباس عربي في حرم اكتشفتهم كانوا يطلعوا لهذا انه اللي بقدر يطلع من البلد يطلع لأنه خلاص اليهود استحلوا كل شيء يعني صارت هالناس تطلع على بيت لحم أنا وين بدأ أروه بقدرش أروع مع ستة أنا غال أنا شردت وين رحت على دور أبوي لكي دور أبوي مش في البلد مش في دورة العنام اليهود نازلين على دورة العنام رحلين كل اللي هناك ما كانش الواحد متأمل لأنه هيك يطلع من بلده ولا وراه ولا قدامه ولا إشي شايف كي باكت الناس سادي البال وإشي نحن كنا عاديين وبنعمة الله في البلاد يعني وكان أبوي يفتح معل دكان يعني وتجارة ونبيع حبوب ونبيع آلة وكل حاجة الدولة الثامنة كانت زي ما تقول الإنجليز قبل ما يطلع أغطانا مدافع مدافع كبار وبس ما لهم شيء إبر ولا حاجة ولا صلحين للأمل كانوا يضربوا فيهم بإد كذمة بعيد عنك يضربوا فيهم ويستلكوا حالهم صار هجوم على الرملة على هان على هان يطلعوا يطلعوا يصدوا هاليهود في المخيم حيث الحلم عودة لم تنتهي الأحلام والأمنيات بالعودة إلى الجنة حيث النشأة والحياة تحلبوا يقش كثير ويقول للناس إحنا بكرة راجعين بنا نرجع أرض إيه إحنا بنا نأخذ أرض ما إحنا بنا نرجع بكرة كان الأمل إن أني نرجع شايف كيف آه يا ولد الله يرضى عليك ما كانت أنا بكت أمسي على الكدس ماشي أنا بدي الكدس أنا بروح بزور هالكيت أنا بروح بزور البلد سألوه إنني هادي وهادي الدار لمين وهذا هي دار لمين وهذا الدار لمين أنا عارف نتلن بالدار بكفيك ريحت البلد جد المريحة الشجر ريحت الخروب ريحت العنب وتين وينه؟ اللي ما شاه في الليد ما شاه في الجنة طبعا أه كل الأمل بالدينة وبالعيشة اللي أرجع هاي أنا برجع إن شاء الله إن شاء الله بنرجع بالمنيع بالعاطل بالهذا إلي هوا نرجع وإلي قاطر لدي بيت خامة باللد بتسوى كل الأمعري وغير الأمعري رغم عذاب اللجوء يبقى الفلسطيني يحيا على أن المكان هنا محطة تسبق نعيم فلسطين التاريخية لبرنامج هذا الصباح حافظ أبو صبرة من مخيم الأمعري للاجئين الفلسطينيين قرب مدينة البيرة